من غير النظر احسن بسم الله الرحمن الرحيم بعد اذنك محمود اقفل الباب علشان اسرخ براحتي بسم الله الرحمن الرحيم ارجوكم يا جماعة تهتموا بكلام السيد الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي لما عمل دعوة لركوب العجل وكانت دي مبادرة كويسة جدا جدا زي اللي قالبه حاسس وزي احنا كمان يعني كان مفروض ان احنا نتابعه ونركب عجل فارجو من المواطنين المصريين انهم يركبوا عجل ويتبعوا نصيحة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما اشربوا شيشة على القهاوي مع انهم منعوها وقافلوا المطاعم بعد الساعة سبعة بالليل وقافلوا القهاوي يلا خربوها خالص بس هما ما خربهاش هما خايفين على صحتك يا بني هادم فانت تركب عجلة وعجلتك العرجة تغنيك عن ايه عن سؤال الكورونا يعني عشان ما تركبش المكروباز وتلاقي واحد بيعطى صقفك وتلاقي واحد بيشخ على رجلك ويتلاقي واحد بيتف جنبك وطبعا انت فاهم القصص اللي بتدور تلاقي واحد قاعد كبير ويقعد يعملك تشنجات ويتف مش شبك على الرجل اللي جنبه يعني بعربية يعني المرض منقول منقول واحنا شعب بيتفنن في صناعة المعجزات الاهمالية يعني ما تتصورش الشعب الجميل اللي هو احنا يعني احنا شعب عايش على سجيته بطبيعته كده يا شعب بلدي زي طبعا المناطق الشعبية ودي حاجة خطيرة جدا جدا في المناطق الشعبية ده ودخلت سوق هتلاقي ان الستات ماشيين بيتفننوا تخبط الشنط في بعضهم تلاقي الست من دول بتتفنن في انها تمسك الفاكهة ولا الخضار وتقعد تقفش فيه وتسيبه ما تاخدوش فاحنا شعب بطبعه يعني الشعب غريب احنا ما شفتش كده ابدا يعني عندنا رؤية العين ما بتفاتش البلد دي لا لا ده لازم تقفش لازم تقفش عشان تتكيف فارجوك يا جماعة اللي معامو تسيكل ما يبيعهوش واللي معاه عجلة يحافظ عليها ويعمل لها صيانة وياردت اللي ما عندوش بقى يروح يشتري عجلة لوياردت البلد كلها تركب عجل او صحة قلبك يبقى كويس الكورونا ما تجيلكش ما تحتكش يلا على اوتوبيسات طب يلا على الاوتوبيسات بقى تعالوا نخش على اوتوبيس الهيئة اوتوبيس الهيئة عبارة عن مجمع قذرات ناس طالعا يعني انت خيل كده وانت قاعد مش هنتكلم بقى عن الترججات هو بقى ايه مطباته وبتاعه يعني واحد لسه ضرب فول وواحدة لسه ضرب حلة محشي وتلاقي فجأة بقى ايه عيالها قاعدين بيرجاوا عن الناس تخيل لو واحد من دول عنده كورونا طلع حسس على حديد ده يا راجل ده الناس وهي بتركب من ورا من اخر الاوتوبيس تقطع تذكرة لما توصل لاول الاوتوبيس بتكون حسسة على كل المسالة بتاعت الكرسي صح فيه كام مسند عشرين مسند يا محمد عشرين كرسي العشرين كرسي بيحسسوا الحديد اللي فوق الماترو ده خراب مستعجل ورمضان جاي ورمضان جاي هنعمل ايه فانت بقى ايه انا دلوقتي خايف بصراحة يعني معايا متسيكلم هكع قلت والله اما انا ركب مقرباز ولا بتاع اسمه ايه الاوتوبيس مش هتركب حاجة مانا يركب رجلية يركب عجلة فانت بقى ايه بص يعني نصيحة لكل واحد عايزة يعني يخايف على عياله يخايف على نفسه يخايف على اي حاجة يعني دي نصيحة اللي عايز ياخد بها ياخد اللي مش عايز ياخد عنه مخد هيموت بالكورونا يركب عجلة يتركب رجليك يتركب الهوى يتركب الهوى يعني يجي لكورونا يعني وبعدين هنشوف حلول تانية ونقول لكم برضو بس اهم حاجة العجلة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ده الله العظيم تلاتة مجمع زكاء الراجل قال لك اركب عجلة النهاردة النبوء اتحققت العجلة هي الوسيرة الصحية اللي تحافظ على ان انت تتجنب الكورونا دي بنسبة عالية قوي يمكن ستين سبعين في المية زي طبعا الكمامات بقى والجلافزات بقى ودي تقول بقى ترش على راسك وانت ماشي فاهم انت وتولع في راسك وانت داخل البيت ربنا يسترها ويا رب ما يولعوا تمن العجل لما لما الفيديو كده يتشاف يا رب ما يعلوا تمن العجل وممكن نجيب سكوتر سكوتر حلو برضو وممكن البتاع اللي بيركبوا عليه ده بيزقوا برجليهم ده اسمه ايه مش سكوتر عبو ثلاث عجلات عارفوا اسمه ايه سكوتر بيبي سكوتر وفيه البتاع اللي بيركبوا عليه التانية بو شحن الكهرباء ده بو عجلتين بس عارفوا اللي بيقضوا يجري عارفوا اللي بيركبوا في الصين وما بيراشوا اه اسمه ايه ده يعني اتصرفوا اتصرفوا ما تركبوش مكربازات ولا عربيات اصح احنا كده هنوقف حل بتوع الاوتوبيسات وبتوع المكرباز بس يعني يستحملوا معنا هنعمل ايه انت شايفك هنعمل ايه هنركب مكرباز وده يفسي وده يرجع وده يكوح وهاتوا الاجرياسطة والفلوس تعدي على خمستاشر واحد على ما توصل ده السوائين دول هم اللي تلاقون حاملين الكورونا وينتقلوا من المحافظة المحافظة بفلوسهم لنا من عندنا مفيش بني هدم بيركب ما بيطلعش بصوا الكورونا دي دخلت مصر يعني احنا كده بالصلاة عالنبي يعني في بلد الصح الدحم بو يعني هنتروأ ورحمة ابويا هنتروأ انا مش عارف هنتروأ ازاي بس يعني نصيحة يا تركب عجلة يا هقول لكم الحل ايه بعدين يلا سلام سلام واقت عشان راح اكتبر وهروح اشكلي كده ماشي يعني هنتعامل سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة